بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنباء عن تورط السفير الإماراتي في التآمر والمشاركة في قتل حمدتي الأول هل حمدتي قتل فعلا ده السؤال اللي جاوبنا عليه وهل نتناوله بسرعة برضو الوقت لأن الاحتمالات ما زالت مفتوحة في كل الاتجاهات طيب لو هو فعلا قتل هل فعلا السفير الإماراتي هو التورط فيه أنه يدل على مكانه أو كده كمان عايزين نتكلم على كلمة السر اللي هي أدت إلى مقتل حمدتي ده موضوع الفيديو فركز معايا يا أبو الشباب وأوعى تنام مني الأخوة اللي عايزين مصادر الأخبار لو سمحتوا تابعوني على تويتر هتلاقي رابط الصفحة أسفل الفيديو ودائما موجود في صندوق الوصف لو ملقتوش أسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا وخلينا نخش بقى في الموضوع الأنباء المتداولة يا أبو الشباب عن موضوع حمدتي في ناس بتقولك أنه حمدتي قتل بالفعل وتم قصفه على الأقل خالص في ناس بتقولك مازال حي يرزق لكن في حالة يرسلها وفي ناس بتقولك بالفعل مات والله أعلم بالحقيقة طيب الاتهام الجديد بقى هو إيه هو أن سفير الإمارات هو الذي تورط في قتل حمدتي كيف تورط وإزاي تورط والكلام ده صحيح أو لمصحيح ده برضو لها النقش ونقطة ورد تانية أول حاجة الرواية الموجودة بتقول أن دور السفير الإماراتي كان هو الإرشاد عن مكان حمدتي لأنه عمله مكالمة من الهتف بتاعه فحمدتي عالف رقم السفير الإماراتي وواثق في السفير الإماراتي فرد على التليفون فتم تحديد الموقع بتاعه وطلع مباشرة الطيران السوداني دعك المنطقة وقتلهم وقتل مع ناس وكده دي الرواية اللي شغالة أنا خليني أناقش الرواية دي وبسرعة كبيرة جدا أول شيء عايز أقول لك شيء مهم جدا أن الوقت الإمارات هتقتل حمدتي هيبقى بأمر أمريكي وأنا وأنت ما نختلفش على الموضوع هذا وأمريكا لما تحب تقتل حد هي استعملته مها أمريكا بتستعمل ناس كتير وفي الآخر بتقتلهم زي أنور السادات استعملته في معاهدة الاستسلام اللي هم بيسموها معاهدة سلام وخلته نفذ أكبر خيانة عرفها العالم الإسلامي في الفترة اللي فاتت يعني فيه من مثلا من 1970 لحد النهاردة وبعد منفذ اللي هم عايزينه كان هو بقى عايز الأجر وعايز أمور بقى الانفتاح والصناعة والكلام ده طبعا هم ما بيوفوش مع حد فحاجة أو مولوا ثورة 1977 على الأساس يعملوا عليه انقلاب ويخلصوا منه ما نفعتش لأنه كان مسيطر على الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقدر أنه هو يتخلص من هذا الفخ راحوا بعد كده سهلوا اغتياله وخل بالك لما قولك سهلوا اغتياله ومش معناها أن الجامعات الإسلامية عميلة للصهينة ولكن المعنى أنه أي واحد في الوقت هذا كان عايز يقتل أنه رسلات بس ما فيش الطريقة وما فيش إمكانية الوصول له فكان دور الصهينة أنه هم بس ايه وصلوا الناس اللي هم عايزين يقتلوه إليه فقتلوه وخل بالك وصلوا الناس دي ما فيش اتفاق برضو يعني ما تقولش ان اتفاق بين الصهينة وبين الناس دي أنا أقولك الناس اللي قتلوا أنه رسلات دول يعني قتلوه بدون أي اتفاق مع أحد بس هو تم اللعب بهم وانا عملت حلقة سابقة عن الموضوع دا ما تخلونيش أخرج على موضوع حمدتي كثير فالخلاصة احنا متفقين على أن الإمارات لو قتلته أو تورطت هيكون الموضوع إيه بيد أمريكية لكن اللي أنا عايز أقوله لك أنه مسألة أن البرهان يطلع ويقصف المكان اللي فيه حمدتي ما اعتقدش هيعملها ليه هو البرهان ما هو ده خصمه وغريمه وحمدتي لو تمكن كان هيعمل كده أنا أقولك حمدتي لو تمكن كان المؤامرة بتاعته هو والكلاب المسعورة عملاء الصهينة كان المخطط بتاعهم أن هما يقتلوا قادة الجيش وبعد قتل قادة الجيش بعد كده الرتب الأقل هتبقى تيها ما فيش قيادة تقودها وبالتالي هيسهل أن هما يضموا بقى الجيش للدعم السريع أو يخلوا الجيش زي ما هو ويعينوا قادة من عسكر الجيش برضو لكن مواليين للدعم السريع اللي موالي لأمريكا يعني هي محاولة صهيانة الجيش السوداني لحد اللحظة اللي احنا فيها دي الأمريكان فشلين فيها لكن ما بيقسوش وكل شوية مؤمرة جديدة ومخطط جديد وبرضو مش نفعين لكن ما بيقسوش يا أخي من هذا الموضوع طبعا البرهان مش هيقتل حمدتي ولا يفكر في قتل حمدتي مش لأنه هو بيحب حمدتي ولا لأنه هو بيحافظ على حمدتي ولا لأنه هو عايز يرحم حمدتي لكن هو البرهان بيأخذ نصائح من تركيا وما تستبعدش كمان يكون بيأخذ نصائح من روسيا ومن الصين لأنه حمدتي قلت لك رجل توافق رجل ايه رجل توافق يعني ممكن من خلاله تحصل مفاوضات وبعد كده يا ابو الشباب قتله مش هيكون في صالح البرهان إلا هيحتاج التفاوضات في وقت من الأوقات وبالتالي قتله في الحقيقة هو الهدف من قتل حمدتي هو استمرار المعارك وفعلا المعارك استمرت هنا بقى أنتقل إلى كلمة السر اللي أدت إلى مقتل حمدتي وباختصار هي كلمة التفاوض وده برضو كلام متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن حمدتي قال في المقربين منه أنه الوقت المؤامرة بتاعتهم فشلت وده في بداية الحرب يعني فأدرك أنه هو مش هيضر يسيطر على المطارات وأدرك أن الجيش هيبدأ يضرب فيهم من فوق وأدرك أنه هيسقط منهم قتلة كثير وأدرك أن الهزيمة بتاعته هو والفريق بتاعه مسألة وقت مش أكتر من كده وأدرك الأمور دي فيعني أراد أنه هو يعرض عليهم التفاوض وأمريكا طبعا مش عايزة تفاوض عايزة حرب أهلية وخد بلك بقى دي كلمة السر اللي أدت إلى مقتل حمدتي لما هو بيقول خلونا نتفاوض معهم أو بيستشير اللي حواليه مجرد أنه هو فكر وأبدى كلام وأبدى فكرة أنه يكون فيه تفاوض الأمريكان مش هرحموا يا أبو الشباب لأنه عارفين أنه هو الوقت في البداية وبيفكر في التفاوض ومن لما يحمل وطيص وتشتد المعركة هيعمل إيه يعني هي تفاوض ولو تفاوض هتهدأ المعارك والمؤامرة الأمريكية اللي هي تعتبرها دي آخر مؤامرة أمريكية إن شاء الله في السودان ويمكن تكون آخر مؤامرة أمريكية في المنطقة كلها وإن شاء الله تفشل فبالتالي الأمريكان هيعرفوا أنه خلاص زمام الأمور انفلت من أيديهم تماما فإيه الحل؟ الحل إن أمريكا تجبر الكلاب بتوعها في السودان على الاستمرار في المعارك وحمدتي هيبدأ بقى يتمرد ولو حمدتي تمرد على الأمريكان إيه اللي هيحصل؟ ركز معايا عشان الكلام الجيدة مهم جدا حصل إن الفاغنر الروسي هيدعم حمدتي وهيدي له حلول وهيقول له إحنا هنحميك وإحنا بنسرق الذهب هندي لك شوية منه وهندعمك وهنحميك يعني هنوفر لك الحماية وهنوفر لك الدعم وبالتالي ما تخافش من الأمريكان فحمدتي أن تمرد على الأمريكان ورجع حاول أنه يتفاوض مع البرهان وجماعة دول إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل أن باقي حلفاء حمدتي القدامى اللي هم تربية الصهينة هم مش تربية الصهينة يعني أن هم بيحبوا الصهينة أو أن هم يعني في تحالف عرقي أو تحالف فكري بينهم وبين الصهينة لا العلاقة بينهم وبين الصهينة هو قانون العصابة ثلاثي الأبعاد يعني الصهينة بتخوف الحمقى المطاعين هؤلاء اللي هم حلفاء حمدتي فلو الفاغنر الروسي حماهم من تخويف الصهينة هيسأل أن هم يتمردوا على مين على الصهينة يعني باختصار الفاغنر ممكن أنه بالنكاية في أمريكا يوفر الحماية لكلاب أمريكا المسعورة وبالتالي يتغير ولاقها من الأمريكان إلى الروس والروس بينهم وبين الأطراق بقى مصالحهم لفت كتير ويسهل التفاهم في الموضوع ده فالخلاصة أن حمدتي لو تمرد على الأمريكان وتفاوض مع البرهان والبرهان طبعا أكيد كان هيقبل منه الموضوع ده لأنه إعلاء مصلحة البلد عند الجماعة دول في المركز الأول ومش عايزين حرب أهلية ومش عايزين حرب ترهق كل الأطراف وتخلي عدوة خريجية يجي يتدخل ويتحكم ويدعم يعني في حسابات جمدة وطبعا دي النصائح التركية في المركز الأول ودي ما تشكش فيها ما أنا قلت لك هناك الجماعة بتعتجمع المهنيين دول مش مدنيين ولا حاجة ما فيش فصيل مدني في السودان الكلام ده وهم وصراب الفصائل في السودان كلها مسلحة دي تحطها في دماغك يعني ميليشيات عسكرية خارج الجيش ودي تحطها في دماغك وما تشكش فيها يعني أمراء حرب زي الحال اللي كان في لبنان ويمكن الوقت لسه على أتعس كمان من الحال والوضع في لبنان خلاصة الفكرة اللي فاتت ديت عايز أوصلك إلى قناعة مهمة جدا إيه هي القناعة ديت هي أن ليس من مصلحة البرهان أنه هو يقتل حمدتي حتى لو عرف مكانه طيب من هو الذي قتل حمدتي وأقولك ولا السفير الإماراتي كمان طيب دي هو ولا السفير الإماراتي كمان والكلام ده مصدره أنا أقولك قنعتي أن مصادرها إشعات طيب يا عم أنت واجع دماغنا بالإشعات وانت بتقول إشعات وواجع دماغنا بيها أقولك لا مش يواجع دماغك بيها ولا حاجة لأن الإشعات دي مهم أنك تعرفها عشان تعرف إن هي للتغطية على الفاعل الحقيقي فهي صح إشعات وأنا مختنع إن هي إشعات لكن هدفها الخبيث هو اللي دفعني إن أنا أطرحها عليك عشان تعرف إيه هو هدفها الخبيث الهدف الخبيث يا أبو الشباب إن الأمريكان هم على الأرجح اللي قتلوا حمدتي سواء عن طريق الحمقى المطاعين الموليين للصهاينة داخل السودان دي ممكن يعملوها لكن الأمريكان ممكن يقولك عشان مش عايزين الفصائل إن هي تقوم على بعضيها لأنه حمدتي وحلفاءه هم أولياء للصهاينة فيقولك أنا لو خليت فصيل ضرب في الثاني ده هكذا سيفكر الأمريكان يقولك لو أنا خليت فصيل ضرب في الثاني وقتلوا حمدتي الثقة بينهم هتنكسر وبالتالي الفصائل ديت هتضرب في بعضيها والأمريكان عايزين يوحدوا الصف ده لأنه شيء مهم جدا بالنسبة لهم طيب يعملوا إزاي ركز معايا وهقولك هيعملوا إزاي والكلام الجاي ده بقى مهم جدا الأمريكان باختصار هم اللي يضربوا حمدتي ويقولوا إن البرهان هو اللي ضربوا ويتهموا القصة بتاع السفير الإماراتي ديت ويطلع لك الفابركة دي عشان يوجه الإشعات في هذا الاتجاه طيب هي الأمريكان عندهم إمكانية لهذا الموضوع أقولك عندهم تكنولوجيا عالية بشكل لا يخطر لك على بال ولما هيجي هجموا منطقة مش هيهجموا منطقة فيها الفاغنر عشان ما يصطدموش مع الفاغنر لأنه عندهم تكنولوجيا مضادة ويسهل على الأمريكان إن هم يقولوا لحمدتي اكتمع في أي نقطة في السيدان يقولوا مثلا روح الحتة الفلانية روح الحتة الفلانية وبعد كده بقى ممكن يطلعوا له من أماكن كتير ممكن يطلعوا له مثلا من الإسطول الخامس الأمريكي المرابط في البحرين ممكن يطلعوا له من كينيا ممكن يطلعوا له من أماكن كتير وبعد كده واحد يقول لك أبتال لطيف في الدفاعات الجوية السودانية أقول لك الأمريكان عندهم قدرات رهيبة جدا على التشويش وممكن يشوشوا على المنظومات دي وبعد ما تشوشوا عليها تخش مثلا مسيرة أو حتى تخش طائرة حديثة زي الاف خمسة وتلاتين تخش تخلص الموضوع وتضرب وبعد ذلك تطلع بقى الإشعاعات إن السفري الإماراتي هو اللي اتصل بحمدتي وهو اللي حدد الموقع بتاعه وبعد كده معقولة معقولة السفري الإماراتي هيحدد الموقع بتاع حمدتي على التليفون عشان يساعد البرهان دي تخش دماغ حدي يا جماعة أختم الفيديو بقى وقول لك إن حمدتي فيه خبرين عنه الخبر الأول إنه هو مات من زمان ودفن وفيه واحد تطلع بيقول إنه هو شاهد عيانه على الجنازة ومش عارفه بتاعه أنا أقول لك الكلام ده ممكن يكون صح وممكن يكون غلط لا تعاول عليه وفيه ناس كمان بتقول لك إنه هو مازاله عايش لكن الإصابات بتاعته بليغة جدا وبتخليه إنه هو في حالة يرثى لها منها إصابة مطيرة يعني عينه بشكل مفزع ولو ظهر على الشاشة أو كده هيؤدي ذلك إلى انهيار معنويات الجنود وده اللي بيخليك تفسر ليه هم بيطلعوا تسجيلات صوتية وليه هم ما بيطلعوش فيديو كل ده بقى في علم الله سبحانه وتعالى لكن هي المؤامرة في هذا الإطار والله أعلم وكذاكم الله خيرا والسلام عليكم